السلام عليكم ورحمة الله جهاز شحن بطارية السيارة او الجامب ستارتر سهو احد منحقات السيارة الاساسية او من الحاجات المئمة واللي لازم تكون معاك في جميع الاوقات والسوق حاليا مليان بشواحن بطاريات السيارة المتطورة جدا واللي هتساعدك على حاجات اكتر من مجرد استعادة شحن البطارية بعد نفذها او استهلاكها ومن المهم انك تعرف ايه اللي محتاج ليه عند استيار وشراء الشاحن المناسب لاحتياجاتك وعادة هتحتاج تاخد شاحن يوفر ليك افضل اداء ويشأن بكفاءة ويساعد في الحفاظ على صحة او كفاءة بطاريتك علشان ما تكونش مضطر للشراء بطارية تانية بين كل فترة والتانية ازاي تختار جهاز شحن بطارية السيارة؟ دي بعض العوامل اللي لازم تاخد بالك منها او تراعيها عند شراء شاحن لبطارية سيارتك اولا الجهد الكهربائي بيدل الجهد الكهربائي فقط لقياس القوة الكهربائية لجهاز شحن بطارية السيارة وبتشتغل معظم السيارات الصغيرة على انظمة كهربائية بجهد 12 فولت وده على عكس اغلب الشاحنات واللي بتشتغل بجهد 24 فولت وبتيجي اغلب الشواحن بجهد كهربائي 12 فولت وبعضها بيكون موجود فيه او بيحتوي على مفتاح للتبديل بين الجهد الكهربائي 12 و24 فولت ثانيا الطيار الكهربائي لجهاز شحن بطارية السيارة بيدل مصطلح الطيار الكهربائي لمقدار الطيار اللي تصمم الشاحن للتعامل معاه او مقدار الطيار اللي بيطلع منه او بيتضفق من خلاله وكل ما زادت قوة الطيار زاد مقدار الطيار اللي يقدر يدعمه الشاحن وكان معدل الشحن اسرع ومع كده فلازم تخليك فاكر ان الشحن السريع مش دايما امر جيد ولازم يكون لجهاز شحن بطارية السيارة المثالي القدرة على اكتشاف قوة الطيار المناسبة لشحن البطارية علشان ما تتسببش زيادة الطيار في انفجار البطارية وده جدول بيوضح الطيار الكهربائي المناسب لساعة محرك السيارة اللي شفالة بالبنزين ثالثا مميزات الأمان عند استخدام جهاز شحن بطارية السيارة السلامة والأمان أمر مهم عند اختيار جهاز شحن بطارية السيارة وبتحتوي بطارية السيارة على مواد كيميائية ضرة وعند شحنها أكتر من اللازم ممكن يؤثر من عمرها لفتراضي وفي أسوأ الأحوال ممكن تسخن وتنفجر لقدر الله وبتحتوي بعد شواحن البطارية على مميزات مهمة لازم تاخدها في الاعتبار زي الكشف التلقائي عن الجهد والطيار الكهربائي وده لمنع ارتفاع درجة حرارة البطارية والشحن الزايد للبطارية وميزة الكطبية العكسية بحيث ما يشتغلش الشاحن عند توصيل الأطراف الغير صحيحة أو الخاطئة للبطارية والمشابق المقاومة للشرارة الكهربائية وعدد مرات شحن البطارية لبدء التشغيل السريع وده بمجرد توصيلك لأسلاك الشاحن هتقدر أو هتتمكن من تشغيل السيارة في خلال دقيقة تقريبا وبعد كده هيقوم دينامو السيارة باستكمال شحن البطارية أثناء كويتك على الطريق وبعد الشواحن تقدر تشحنها لمرة واحدة في السنة لتشغيل السيارة عشرين مرة عند فراغ أو نفاذ البطارية وكمان من المميزات المطلوبة وجود كشاف ضوئي ومنافذ USB لشحن الموبايل طيب ايه أفضل جهاز شحن البطارية للسيارة والموصابي من الخبراء؟ فيه تلات أجهزة بيوصل الخبراء بشراء واحد منهم إذا توفروا في السوق أثناء شراءة لجهاز شحن البطارية وأولكم جهاز نوكو بوست سبورت جي بي 20400 اي ام بي تم تصميم جهاز نوكو بوست سبورت في ساعة 400 أمبير علشان يكون مقاوم للخطأ ويمنع أو يقضي على الشرارة وده لتوفير بداية آمنة في كل مرة وتقدر من خلال منفذ الـ USB تشحن الموبايل القاس بيه وكمان قادر على بدء تشغيل محركات البنزين لحد 4 لتر وكميزة أمان إضافية بيجمع الشاحن كشاف يدوي مع عدة أوضاع بما فيهم ضوء الطوارئ وبيحتوي الشاحن على بطارية ليسيوم وكمان مكاومة المية ولكن ما بينصحش بالاحتفاظ بيه داخل السيارة في فصل الصيف ثاني جهاز هو كلور اوتوماتوف جي ان سي 770R 1700 بيك اي ام بيك وتم تصميم جهاز كلور اوتوماتوف بسعة 425 أمبير وبيحتوي على عدة منافذ USB لشحن الموبايل القاس بيه وكمان قادر على بدء تشغيل محركات البنزين لحد 4 لتر وبييجي مع الشاحن كشاف يدوي وأسلاق قوية ومشابكة عربائية شديدة التحمل وبيحتوي الشاحن على بطارية ليسيوم ولكن عيبه إن وزنه تقيل وكمان ثمنه مرتفع وبرضه ما بينصحش بالاحتفاظ بيه داخل السيارة في فصل الصيف الجهاز التالت هو شماخر DSR 108 12V 450 AMB وتم تصميم جهاز شماخر DSR 108 بسعة 450 أمبير وهو مقاوم للخطأ وبيمنع أو يقضي على الشرارة وده لتوفير بداية آمنة في كل مرة وكمان هو جهاز ففيف الوزن وقادر على بدء تشغيل محركات البنزين والديزل والجهاز ده ما بيحتويش على بطارية ليسيوم وتم استبدالها بمكسفات وبالتالي تقدر تحتفظ به داخل سيارتك في جميع العقاد بكل أمان ويعتبر الجهاز ده شحن بسيط ومفيد لأغلب سائق السيارات في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا وضحنا أكثر المعلومات الضرورية عن جهاز شحن بالطريقة السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تختار النوع المناسب لمحرك سيارتك شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة